أعاد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجيات العرب التأكيد إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية على تماسك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسي باعتباره المخرج الوحيد من هذه الأزمة والوضع الدولي طبعا محتدم جدا وخطر جدا وينبغي التنبه والحزر في تناوله من كافة القوة لأنه عندما تدفع هذه الأطراف أو ذلك الطرف نحو مواجهات عسكرية هذه قوة نووية والعالم قد يدفع تمن غالي جدا في هذا التصعيد الحزر مطلوب والعمل الدبلوماسي مطلوب أنا من المؤمنين جدا بالعمل الدبلوماسي العمل الدبلوماسي هو الذي يؤدي دائما في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار يؤدي دائما إلى تسويات لنزاعات مهما كانت محتدمة في لحظة ما من الزمن اشتركوا في القناة